أسليب تنمية المواطنة عديدة وكثر لعلنا يعني يقفز إلى الذاكرة مباشرة رويلت المملكة العربية السعودية 2030 التي كان عرابها وأطلقها اسمه الإنبير محمد بن سلمان ولي العهد ملهم الوطن وملهم الشباب وملهمكم أنتم كجيل هذه الرؤية ركزت على أن يكون مجتمعنا مجتمع حيوي وهناك اتفصاد مزدهر وهناك جودة حياة الرؤية ركزت أيضا أن تكون المواطنة السعودية هو جوهر هذه الرؤية ليس فقط هو من توجه له مشروعات التنمية والبناء ولكن يكون هو أس هذه التنمية هو أساسها الأمير محمد يقول بأن المواطنة السعودية هو أغلى ما نملكه في المملكة العربية السعودية المواطنة السعودية هو الكنز الحقيقي هو الذي يعول عليه بالتالي فعندما نلاحظ مخرجات هذه الرؤية المباركة حتى الآن في العام السابع أعتقد أنها تجويد عطاة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص تنويع مصادر الدخل تعظيم الاقتصاد الوطني العمل على إيجاد مصادر أيضا دخل منوعة رفع معدلات النمو السعودي الاقتصادي الآن نحن في دول العشرين والمملكة العربية السعودية في هذا العام هي أعلى دولة وعلى نمو الاقتصادي في دول العشرين وهي يعني معظم دول العالم الصناعي بالتالي فإن الرويلت المملكة العربية السعودية التي تقوم على أن يكون المواطن السعودي هو منطلق هذه التنمية وهو هدفها في المقام الأول هي أنتم الشباب نحن منعول عليكم المملكة العربية السعودية عزها الله وأكرمها بأنها موطن لحضارات وأرض الرسالات والبطولات بأنها أيضا فيها ثراء من ناحية قيمتها الاستراتيجية قيمتها الدينية بعدها الثقافي والتاريخي والحضاري كل هذا التنوع والثراء الذي تعتز به المملكة العربية السعودية يعول عليكم أنتم بأنكم إن شاء الله من سيبني مستقبل المملكة العربية السعودية عبر هذه المقومات الاقتصادية والحضارية والثقافية التي في مقدمتها أنتم أنتم الشباب سواء كان أبناء أو بنات الوطن فبالتالي عندما تكتمل إن شاء الله مسارات الرؤية المتصلة والمرتبطة بالمجتمع السعودي فنصل إن شاء الله إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر وإلى حياة هانية وإلى دولة متماسكة يضرب بها المثل أصبحت لأنها محط أنظار العالم لها ثقلها الاقتصادي وثقلها السياسي ثقلها الحضاري بل المملكة أصبحت هي محط أنظار العالم لأن عندما نشاهد في الرياض متلقيات اقتصادية متلقيات سياسية متلقيات رياضية متلقيات ثقافية وفنية أصبحت الرياض قبلة العالم والمملكة بتنوعها وبيئتها أصبحت هي أيضا محطة نظار العالم وبالتالي أنتم من يعول عليه لكي نبني هذا الوطن المزدهر وهذا الاقتصاد المتجدد إن شاء الله